موسيقى حسن الضمب الله سبحانه وتعالى عبادة وسعادة جدا جدا عجيبة وعظيمة يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي به وأنا معه حيث يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة من كنوز العبادة الربانية حسن الضمب الله سبحانه وتعالى ومعنى حسن الضم وهو أني أنا أتوقع الشي الجميل وزيادة من الله سبحانه وتعالى وهو من أعمال القلوب وما أعطي العبد المؤمن خير أفضل من حسن الضمب خالقه وسؤالي لك له كل من قاعد يشوفنا أنت شنو تتوقع من خالقك سبحانه لمستقبلك هل أنت واثق فيه؟ هل أنت محسن الضم فيه؟ هل تجد أن قلبك راضي راضي بالله سبحانه وتعالى وبأقداره وجبروته وكل شيء بهذه الدنيا؟ أمانيك وأحلامك وأرزاقك كلها بيد الله سبحانه وتعالى فهل أنت تحس تبارك الرحمن بالراحة والطمأنينة؟ وأنك تواقف عند نقطة الأمان بأمانيك وأحلامك وأرزاقك؟ هل عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى؟ ثقتك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى وحسن منك فيه؟ مكاسب لك في الدنيا وهم كذلك بالآخرة تيقن أن حسن الضم من حسن العبادة لا تخاف في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى وتسأل وتشكك هل الله سبحانه وتعالى راه يعطيني ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى شيء أكيد وطبيعي بيعطيك دامك أنت راضي ودامك أنت محسن الضم بالله سبحانه وتعالى وكل ما زادت ثقتك بالله سبحانه وتعالى وظنك فيه؟ الله سبحانه وتعالى بيعطيك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسن الضم بالله تعالى من حسن العبادة لا بد أن كنت تحسن الضم بالله سبحانه وتعالى في كل حال وفي كل موطن وفي كل وقت تحسن الضم بالله سبحانه وتعالى فإنما نحن بالله ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله تعالى ومن أشقى ممن وكل الله إلى نفسه حصن ضن بالله سبحانه وتعالى عبادة وسعادة حلو لما يكون إيمانك بالله سبحانه وتعالى جدا كبير وحصن ضن بربك يكون بالله كبير جدا عند الشدائد والمصائب لا بد أنك تكون محسن ضن بالله سبحانه وتعالى الكثير من الناس في وقت رخاءهم يشكرون الله سبحانه وتعالى ويأفنون عليه ولكن إذا اشتد الضيق وزاد الهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت اصخطوا من الله سبحانه وتعالى وأساء الضن بخالقهم والعياذ بالله الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك لم يكشف عنهم وما بهم من كرب وضيق إلا بعد ما أحسنوا الضن بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم تأمل في قول الله سبحانه وتعالى وظنوا أن لا ملجأ إلا إليه لما أحسنوا الضن بالله سبحانه وتعالى وظنوا أن ما في ملجأ في هذه الدنيا إلا بالله سبحانه وتعالى وما في ملجأ إلا لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى رزقهم باللهما يابونه فلما أحسنوا الضن بالله سبحانه وتعالى رزقهم الله سبحانه وتعالى هذه الحالة اللي هما يابونها أن كنت تحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة في الحياة أنا لا بد أن أكون محسن ظن بالله سبحانه وتعالى عشان الدنيا تصير حلوة بعيني و عشان أنا أكون زعيدة بهذا الدنيا شنو هذه المواضع راح نعرفها مع ذهب على سبيل المثال عند الموت بعد عمر طويل بطاعة الرحمن إن شاء الله أوصل نبي صلى الله عليه وسلم أن لا يموت العبد إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى فالله تعالى أرحم بعبده من الأم بولدها فعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام دخل واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه فسلم عليه وجلس فأخذ أبو الأسود يمين واثلة مسح بها على عينيه ووجهه فقال له واثلة واحدة أسألك عنها قال وما هي؟ قال كيف ظنك بربك؟ فأوما أبو الأسود الجرشي رأسه كأنه يقول خير بإذن الرحمن وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فقال واثلة أبشر فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وعن أنس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك؟ فقال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف ومن القصص الجميلة التي فيها عبرة جدا جدا كبيرة وفيها نتائج من حسن الظنب الله سبحانه وتعالى روي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال دخلت على بعض المجوس وهو يجود بنفسه عند الموت وكان منزله بإزاء منزلي يعني كان قريب وكان حسن الجوار وكان حسن السيرة حسن الخلق فرجوت الله أن يوفقه عند الموت ويميته على الإسلام فقلت له ما تجد وكيف حالك فقال هذا المجوس الحسن البصري لقلب عليم ولا صحة لي وبدن سقيم ولا قوة لي وقبر موحش ولا أنيس لي وسفر بعيد ولا زاد لي وصراط دقيق ولا جواز لي ونار حامية ولا بدن لي وجنة عالية ولا نصيب لي ورب عادل ولا حجة لي فقال الحسن فرجوت الله أن يوفقه فقلت له لما لا تسلم حتى تسلم فقال يا شيخ إن المفتاح بيد الفتاح والقفل ها هنا وأشار إلى صدره وقشي عليه مثل ما نقول طاح غشان فقال الحسن البصري إلهي وسيدي ومولاي إن كان سبق لهذا المجوسي عندك حسنة فعجلها إليه قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع هذا الأمل فسبحان الله أفاق هذا المجوسي من عشيته وفتح عينة ثم أقبل وقال يا شيخ إن الفتاح أرسل المفتاح امدد منك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم خرجت روحه وصار إلى رحمة الله حتى هذا المجوسي لما أحسن الظنب الله سبحانه وتعالى هداه الله للإسلام وأسلم وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى سخر لها الحسن البصري بأنه يروح له ويزوره بوقت موته لأنه كان محسن الظنب الله سبحانه وتعالى ضيق العيش وقلة الرزق من أهم حالات الاختبار لك في حسن ضنك بله سبحانه وتعالى ويقينك بالله لما تصاب بضيق العيش وقلة الرزق من ضاقت به سبل الحياة وكسبها فلا يلجأ للخلق ويطلب منهم العون ففي هذا ذل وافتقار لهم بل علي أن يلجأ لله سبحانه وتعالى وهو يحسن الظنب به فهو خير الرازقين وخزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفذ أبدا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أم آجل يعني لابد أن كتا تحسن الظنب الله سبحانه وتعالى مهما أصابك ما تروح للناس تحسن الظنب الله سبحانه وتعالى لو شنو ما كانت حياتك أصابك مكروح أصابك هم الله سبحانه وتعالى سوف يفرجها بإذن الرحمن ومن أهم الحياة التي أنت لا بد أن تضنب الله سبحانه وتعالى خير عند الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة يعني أنت لما ترفع عيدك وتدعى الله سبحانه وتعالى لا تجرب لا تقول أنا خنا أدعى هذا الدعاء يمكن الله سبحانه وتعالى ينجحني أنا بكل عندي اختفار يا رب نجحني أن أنا قاعد الله سبحانه وتعالى أمر عبده أن كلما أذنب ذنب يلجأ للإستغفار والتوبة والرجوع إليه وعده بالعفو والمغفرة فمهما عظمت الذنوب والخطايا وتكررت عليك هذه الذنوب وتلجأ أنت لله سبحانه وتعالى وتحسن الظنب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يغفر لك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي قال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب وقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد هذا العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك وكان الله سبحانه وتعالى يقول لنا ما دمت أنتم تذنبون واتوبون فأني أتوب عليكم ولو تكرر الذنب منك ألف مرة دامك محسن الظنب الله سبحانه وتعالى الله بإذن الرحمن راح يغفر لك اذنوبك كلها لابد على الإنسان المسلم أنه يوقم بساعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه يقبل التوبة عن عباده وأنه يعفو عن السيئات في يوم من الأيام جاء الفضيل إلى سفيان الثوري وكان في يوم عرفه وقال له من أسوأ الناس حالا في هذا اليوم فقال من ظن أن الله لا يغفر الذنوب لأن هذا من سوء الظنب الغفار الذي وسعت رحمته كل شيء فلابد أنك تحصن الظنب الله سبحانه وتعالى وهذا من أفضل الأعمال التي يقوم فيها العبد حصن الظنب بربه سبحانه طيب ممكن الواحد يسأل شون عرف أن أنا محسن الظنب الله سبحانه وتعالى أو لا؟ في علامات وأهمها التفاؤل وعدم التشاؤم جميل جدا لما الإنسان يتحلل بالتفاؤل فهو من حسن الظنب الله سبحانه وتعالى يكون واثق بالله سبحانه وتعالى موقن بالله سبحانه وتعالى بأن вдруг سبحانه وتعالى بعد العسر سي產ع له اليسر و من هذه العلامات التفاؤل وعدم التشاؤم الإنسان المسلم لا بد أن يكون يكون محسن الظنب الله سبحانه وتعالى و يكون إنسان متفاأل عندما أن أكون متفاة هنا أني راضي بلي الله سبحانه وتعالى كاتبالي و أنا محسن الظنب الله سبحانه وتعالى اصحان كده أني وصلت لمرحلة التفاؤل لكن الإنسان المتشائم لكن المراض على حاله لكن لكل ما تعسرت عليه قال خلاص هذه نهاية الدنيا وما يعلم أن بعد كل عسر اليسر موجود فإن مع العسر يسره إن مع العسر يسره فدائما المتفائل يعلم أن هذا الضيق سينقضي وأن رحمة الله لا تغلق في وجه العبد أبدا وهو يحسن الظنب الله سبحانه وتعالى ومن أروع قصص حسن الظنب الله سبحانه وتعالى والتي دائما نسمعها بين الحين والآخر والتي دائما ناخذ منها العبرة لأن هذه القصة بطلها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق لما كانوا في الغار مختبئين عن المشركين هنا جاءت مشاعر حسن الظنب الله سبحانه وتعالى ومشاعر التفاؤل أفضل قصة ممكن تسمعها أنت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبطب لأبو بكر الصديق لأن كان أبو بكر الصديق خائف وقال لأنا خلاص الكفار بيصيدوننا الحين وإحنا مختبئين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأ ما ظنك ما ظنك بإثنين الله ثالثهما يابل حسن الظن أن كنت شن راح الظنب الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى راح يعطينا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق ظنوا بالله سبحانه وتعالى خير والله سبحانه وتعالى نرجاهم وعطاهم الخير كله فنحن لا بد أن نحسن الظن بله سبحانه وتعالى و من أعظم قصص حصن الظن و الثقة بله سبحانه وتعالى قصص سيدتنا هاجر مع زوجها إبراهيم عليه السلام لما إبراهيم عليه السلام حطهم في مكان و وخر عنهم قالت أنت وين رايح أنت حطنا في مكان ما في لا أنيس ولا ونيس ولا في أحد شنسوي مرتفت لها و راح لكن قالت لها الله أمرك بذلك يعني هل الله سبحانه وتعالى أمرك أنك تخلينا في هذا المكان وتروح فقال لها نعم لأنها تقول لها اذهب فإن الله لن يضيعنا لما قالت هذا الكلام هي كانت محسنة بالظن بله سبحانه وتعالى و لهذا السبب لهذا السبب في إحسان في ظنها بله سبحانه وتعالى جاء الله و ماء زمزم و تدفق علينا و ليومكم هذا احنا نشربه بسبب شنو طبعا بسببت الله سبحانه وتعالى و من ثم و ثقتها و حصن ظنها بله سبحانه وتعالى حصن ظن بالله مرتبط في يقينك برحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه فلابد أنك تتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى في حصن ظنه راح يدفع عنك كل بلاء و راح يعطيك كل ما تتمناه أكثر و ما روع الحديث عن حصن الظن بالله سبحانه وتعالى في حديث أنس بن مانك رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الله يأمر فيخرج من النار أربعة ثم يعودوا إلى النار مرة أخرى فيلتفت منهم واحد و يقول يا رب ما كان هذا ظني بك أن تعيدني فيها مرة أخرى بعد ما أخرجتني فأدخله الله الجنة دخل الجنة و ما أعاد إلى النار بسبت شنو بسبت وثوقه بالله سبحانه وتعالى و بسبت حسن ظن بالله سبحانه وتعالى تب الجنة أنت لابد أنك تتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لأن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى كفين بأنه يصنع لك المعجزات يقول أنه يحسن الظنب الله سبحانه وتعالى لكن في داخله غير واثق بل قالها عشان يجرب فيطير الله سبحانه وتعالى عليه البلاء ليختبره حصن الظنية أحباب بالله ثقة مطلقة لا يدخلها شك أبدا الله لا يدبر لك إلا خيرا حتى تشعر بشعور أم موسى ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك الواثق أبدا ما يجرب مع الله سبحانه وتعالى الواثق دائما يحسن الظنب الله سبحانه وتعالى فمن حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أغناه ومن كل شر كفع اشتركوا في القناة